من ضمن المسائل المحيرة اللي السوشيال ميديا طلعتها والإعلام طلعها في الفترة اللي فاتت وليه فيه أحاديث ضعيفة أصلاً وليه سايبينها يا علماء في الكتب ما تيجي نحرق الأحاديث الضعيفة اللي فيها معاني مش كويسة دي سيبونا كده الصحيح زي ما القرآن صحيح سيبونا الأحاديث الصحيح وخلاص ونخلص من بعض الأحاديث الضعيفة اللي ممكن يكون فيها معاني مش متمشية مع روح الشريعة لا شك إن الموضوع الأحاديث ضعيفة أكبر من أننا لخصوا في خمس دقائق بس هقولك أيها الحائر شوية نقاط كده تخليك واثق وسند ظهرك كده على العلم الشرعي وانت متطمئ الشباب لما واحد يقول إيه عايزين نبحث في موضوع يقولوا لأ ما تتعملش مجهود فيه مورك معمول حلو هنا هنبدأ منه يعني إيه فينا استعبد في الموضوع نتعودش تبحث وفينا استعبد قوي فأنا عايز أقول لك إن في تاريخ الأمة الإسلامية علماء الحديث عملوا مجهود كبير جدا جدا عشان يريحوا بال كل حائر فأحاديث سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الطريقة اللي العلماء تلقوا بها أحاديث سيدنا النبي خلتهم يحكموا على الأحاديث طبعا أحاديث النبي بتتكتب من أيام الصحابة مش اتجمعت بعد وفاة النبي من أيام الصحابة والأحاديث بتتكتب ولو قال ما بيتلقوها هما بيتلقوا الأحاديث دي الطريقة اللي بيتلقوا بها الأحاديث لو شكوا شك بسيط جدا إن النبي ما قالش الكلام ده والطريقة دي مش مناسبة اللي خدنا بها الحديث السند فيه مشكلة يقوموا حطين الحديث ده من مرتبة الصحيح لمرتبة الضعيف على طول ويكتبوه في الأرشيف بتاع الضعيف طب والحديث ده تمام الطريقة اللي وصل بيها سليمة ده صحيح وتم حاجة في تاريخ المسلمين كبيرة جدا جدا اسمها أرشافة العلم يعني إيه أرشافة العلم عندنا كتب بتتكلم على الأحاديث الضعيفة وكتب بتتكلم على الأحاديث الصحيحة وعندنا كتب فيها الضعيف والصحيح وجوه الكتب دي الإشارات فين الضعيف وفين الصحيح مين اللي يعرف الإشارات دي المتخصص؟ خد بالك زي ما بنحترم الطب ونقول فيه طبيب في سنة أولى وطبيب خلاص بياخدهم تيازي ودكتور مجد يعقوب شايف الفرق الكبير ده زي ما في العلم فيه طالب علم بسيط وفيه كبار الأئمة فرق ضخم في الرؤية وفي البصيرة الطالب بتاع أولى كلية طب يقرأ كتاب معين يفهمه لكن فيه كتب ما تنفعش إلا البروفيسار هو اللي يقراها لأن فيها مصطلحات وفيها معاني محتاجة خبرة ومحتاجة علم فاحنا ما ينفعش القل للعلوم الدينية عن أي علم من طبه هندسة عشان كده احنا عندنا الأرشيف اللي فيه لأحاديث الضعيفة وعندنا كتب متألفة هو الحديث ده ضعيف ليه ومين الراوي اللي في السند اللي مخليه ضعيف وعندنا كتب متألفة في الأحاديث الموضوعة المكذوبة لحد أقلفها على النبي ومين الكتاب اللي أقلفها على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وعندنا كتب فيها بس أسماء الرواه اللي مكتوب فيها الراوي ده ضعيف ولا قوي وليه ما بناخدش منه حديث ساموه علم الجرح والتعديل الجرح أن أنا آجي عند العلمة يجوا عند راوي يقولوا الراوي ده متدين وكل حاجة وعلى دماغنا وهيسبقنا يخش الجنة قابلينا لكن الراجل ده بينسى فمش هناخد منه أحاديث النبي لأنه ممكن يختلط ممكن ينسى طب والراوي ده الراوي ده كمبيوتر ما بينساش بس مشكوك في صدقه ممكن يقلف ويجذب ويقلف حديث على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ده برضه مش هناخده طب والراوي ده آه ده ما بينساش وبعدين دينه يستحل عليه الكذب أهل عصره شاهدوا لي أنه يستحل عليه الكذب وحاجة ثالثة أحاديثه متسقة مع كل التلامزة اللي خدوا من نفس الشيخ يعني سيدنا أنس بن مالك الصحابي كان عنده 300 تلميذ يجوا ياخدوا حديث من تلميذ منهم متناسق بالزبط مع متطابق مع كل أحاديث التلامزة فمش غلطان ده ده كلهم زي بعض من سيدنا أنس الصحابي وبعدين بعد كده يقرشفوا بقى الكلام ده فاحنا عندنا علم المصطلح الحديث ده الصحيح والضعيف ومين الراوي الكويس ومين الراوي اللي مش هناخد منه فلما يطلع لنا واحد سنة 2018 يقول قال صلى الله عليه وسلم شاوروهن وخالفوهن يعني ايه؟ يعني تجيب الستة تقول لها نمشي يمين ولا شمال؟ تقول لك نمشي يمين؟ تقول لها النبي قال لو قلت يمين نمشي يحن شمال؟ كأن الستة دي صفر يعني فييجي علماء الحديث يقوله تعالى الحديث ده موضوع مكذوب وموجود في الكتاب الفلاني واللي وضعه فلان ايه ده؟ اسمه أرشفة عشان ما جيش أنا أقل في الأحاديث ولما أبدأ أقل في الأحاديث الناس تصدق لأ ده أنت ما فيش كلمة هتطلع عن سيدنا النبي إلا ما نعرف نصنفها لك في الصحيح والضعيف فين الإشكالية يا جماعة؟ الإشكالية هجوم غير المتخصص على كتب العلم فيفتح كتاب مثلا زي موسنا دي الإمام أحمد فيما يقرب من 30 ألف حديث أحمد إمام أهل السنة بس كتابه مش كتاب أحاديث صحيحة ليه؟ هم مش عارف بقى هو عارف بس كتابه مروياته يعني إيه مروياته؟ يعني العلم اللي جمعه فجمع الصحيح وجمع الضعيف وحطوهم في كتابه ودك هنت يعني إشارة ده صحيح عشان كذا وده ضعيف عشان كذا ما يفهمش الإشارة دي إلا العالم لأنها الإشارة دي جوه السند ويقولوا من أسندك فقد أحالك كل دي ترمينارجز كل دي مصطلحات علمية لا يفهمها إلا المتخصص عدم احترام العلوم الدينية وإن أي حد يخش لأ أنا لازم أفهم غلط في مرجعيات لهذا العلم زي ما في مرجعيات للهندسة والطب ولا أنا أروح أبني عمارة تقع على رأس الناس اللي سكن فيها ولا مش متخصص فهما يفهموا أن أحمد بن حنبل جامع مروياته في الكتابة مش جامع الصحيح مين اللي جامع الصحيح؟ البخاري ومسلم وكتاب اللقلق والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان اللي فيه أحاديث اتفق عليه البخاري ومسلم فيها الأحاديث الصحيحة مين اللي يعرف الكلام ده المتخصص؟ فالهجوم على الكتب دي من غير المتخصص ده اللي بيعمل إشكالية فاتطمن إحنا عارفين نعمل إيه بالزبط بالصحيح وعارفين نعمل إيه بالزبط بالضعيف ولازم يتقرشفه ويتحطه في كتب عشان ما حدش يطلع يقلف على النبي فما تبقاش محتار وهقولك تعمل إيه في الحديث الضعيف والصحيح بس بعدين ترجمة نانسي قنقر